محظوظ لما تكون بتلعب لمنتخب من أقوى منتخبات في العالم وفي نفس الوقت النادي من أقوى الأنداف في العالم وتكون دايماً مرشح لتحقيق الألقاب دي باختصار شديد يمكن جزء من مسيرة ولي سانيول نجم منتخب فرنسا السابق وطبعاً نجم من نجوم بير ميونيخ واحد من هدفين الفريق صاحب أهدافه وميازها الحية وحالياً هو بيتولى مسؤولية المدير الفني لمنتخب جورجيا خلينا نستقبله ونرحبه معنا في السادسة طبعاً كل شكراً لك على مشاركتك معنا وأهلاً وسهلاً بك على شاشة الأهلي ولي سانيول نجم فرنسا ونجم بير ميونيخ شكراً جزيلاً شكراً لدعوتكم لي يعني خليني أبدأ من آخر المحطات توليك لمسؤولية الإدارة الفنية لمنتخب جورجيا بتشوف المرحلة دي ازاي؟ تمحاطك إيه مع منتخب جورجيا سواء في تصفيات اليورو أو تصفيات المؤهلة الكاس العالم تعلم أن المنتخب جورجيا ليس بفريق كبير على المستوى الدول الأوروبية في عالم كرة القدم ولكن طبعاً لدينا الفترة القادمة هي تصفيات كأس المؤهدية وسنقابل منتخبات قوية مثل من أسبانيا والعديد من المنتخبات الصعبة والمباريات التي تكون صعبة ولكن نحن في شهر الثلاثة سنسعى أن نقوم بأقوى ما لدينا وأن نكون مستعدين أيضاً إذا وصلنا للصعود للأمم إيروبا سيكون صعود تاريخي هل الرهان في منتخب زي منتخب جورجيا بيكون على اللعب النجب شفنا التجرب قبل كده شفنا سلطان إبراهاموفيتش مع السويد شفنا أو بنشوف حالياً إيرلينغ هالند مع النرويج أيضاً منتخب جورجيا يملك موهبة الجميع أجمع على تأثيرها وخصوصاً مع فريقها في الدوري الإيطالي وهو كفيتشا كفارتسخيليا نجم نابولي اللي حقق بطولة الدوري الإيطالي هل تعتقد أنه قادر على يعني أنه يكون فاعل أو مؤثر بنفس الشكل مع منتخب جورجيا ولا القصة ما بين نابولي وجورجيا مختلفة تماماً لا ولاعب رائع لا ولاعب رائع أيضاً ويؤدي بشكل رائع أيضاً معنا ليس فقط مع نابولي هو لديها العديد من الوقت لكي يتطور أكثر وأكثر ونحن أخترناه لأنه لاعب مؤثر ونحن نشجعه نشجعه أن يستمر في العمل بقوة لكي يستمر في التقدم ويستمر في تحسن مستوى ونعلم أن منتخب مثل منتخب جورجيا يوجد لاعبين رائعين كما كنا خيليا ولكن أعتقد أن في الوقت الحالي أن منتخب جورجيا الآن له أيضاً من العناصر الجيدة وفي أوروبا ظهرت بشكل قوي هل كنت مع أو ضد بقاء كفرة خيليا في فريق نابولي كثير من التقارير وتحدثت عن رغبة عدد كبير من الأندال كبيرة في أوروبا في ضم جفرة خيليا الموسم الأخير أو الموسم الانتقالات الأخير هل كنت مع فكرة رحيله لنادي أكبر لإسم أكبر يساعده على التقلق يساعده على تطوير مستوى ولا كنت مع فكرة بقاءه في نابولي ولا حفاظ على النجاحات التي حققها الموسم الأخير هذا الشيء يجب عليه هو من يقرره هو الأدرى أن يرى المستقبله وكاريره في المهني كلاعب كرة قدم ولكن عندما أتحدث إليه الشيء الوحيد الذي تحتاج إليه أن تلاعب والشيء المهم أن تستمر في اللعب لن تذهب إلى نادي لن تشارك فيه بشكل مستمر الأهم دائما للعب كرة القدم هو أن يلعب ويتمرن طول الوقت وأن يكون لديه الفرصة للمشاركة إذا بقى في نابولي هذا الشيء رائع له ولكن ما أتوقع له أنه سيظهر بمستويات رائعة ما يؤهل للعب في الأندياء الكبيرة مستبايا منيخ في واريا مديد أو بعض الانديوينج بالكلام